بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية تم بالرباط تشين المركز التفاعلي للتربية الطرقية إبن سينة كفضاء طربوي يحاكم مختلف الوضعيات المرورية تناسب سنة ومستوى إدراك الطفل مناسبة اليوم العالمي للسلامة الطرقية اختارنا لكي نفعل هذا النشاط مهم جداً بالنسبة لنا لأنه هو تشارك بين وزارة جهاز النقلولوجيسي وزارة التربية الوطنية من خلال إطلاق المركز الحلبة التفاعلية اللي ستكون منه واحد العدد على المستوى الوطني هذا الشيء باش نرسخه تقافة المواطنة سلوك المدني وأيضاً الحفاظ على السلامة الجسدية لمتعلمات والمتعلمين هذا الفضاء التربوي الذي يستهدف الأطفال المتروحة أعمارهم بين سن السادسة والرابعة عشرة أنجزاً من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشراكة مع عمالة الرباط والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والمديرية الإقليمية للشباب والرياضة هذا النوع من المشاريع يندريج في إطار تعزيز حضور التربية الطرقية في الوسط المدرسي اللي كان طمحوا لي هو من خلال هذا المركز وأننا سنقوم بتقديم واحدة المجموعة دروس نظرية وكذلك دروس طبيقية حول العبور السليم للطريق بالنسبة للأطفال وكذلك نلقنهم المبادئ الأساسية لكيفية التعامل مع الفضاء الطرقي بشكل عام وبهذه المناسبات تم أيضا إطلاق عدد من أنشطة التربية الطرقية منها إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية منح الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية لفائدة تلاميذ السلك الإعدادية بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية شراكة حول تفعيل أندية التربية على السلامة الطرقية